لا تنتهي نكبة في العراق حتى تلحقها كارثة وكأن سفر الدمار والمآسي لم يكتب له أن ينتهي في بلاد رافدين بعد حرب قاربة الأربع سنوات خرج في مثل هذا اليوم من العام 2017 حيدر العبادي رئيس الحكومة واقتئذ ليعلن نهاية الحرب ضد تنظيم الدولة ولأن الحكومة اعتمدت تزيف البدايات فقد عمدت إلى تحريف النهايات دخل تنظيم الدولة تلك المناطق وأخذ القوات الحكومية بعديدها الهائل وعتادها الضخم على حين غره فتهاوت فرق عسكرية ومنظومات أمنية في أيام قلائل خلال عهد نور المالك سيء الصيت عندها لم يكن من الاتهامات بد فأشار كل طرف على الآخر بأنه المتسبب بما جرى وفتح الملف الأشهر في العراق ملف سقوط الموصل وأغلق دون محاسبة أحد لكن الثمن الأغلى دفعه أهلها بعد دخول التنظيم شكلت ميليشيات الحشد تحت إطار رسمي بفتوى من مرجعية النجف وظهر آخرون من الظلام وتكفلت الولايات المتحدة بالجو وإيران بالأرض فأخذت الحرب على التنظيم صبغة طائفية للانتقام من سكان مناطق بعينها تحت ذريعة الإرهاب على مدى سنوات كانت نار الحرب تأتي على المدن الواحدة تل والأخرى بدءا من جرف الصخر في الجنوب ثم ديالة وتكريت والرمادي والفلوجة وبيجي وليس انتهاءا بالموصل التي شهدت أفدح دمار تراه وأعلى فاتورة بشرية بأربعين ألف قتيل جثث الكثير منهم ما تزال تحت الأنقاض بعد الحرب لم يختلف عما قبلها فلا النازحون عادوا ولا البيوت المهدمة عمرت فضلا عن استباحة الميليشيات لتلك المدن وجعلها معسكرات اعتقال كبيرة وخزنة تدر المال على جيوب أمراء الحرب ملامح الانتقام تجلت بملف المغيبين قصريا الذي غاب عن طاولات عمل الحكومة وحضارة في أذهان العوائل المكلومة وهم يتلقفون بين فترة وأخرى صدمات على شكل مقابر جماعية كما حدث في بابل من قبل واليوم في الصقلاوية عمان مراء وجرح المدن المنكوبة ما يزال نازفا ومعاناة السكان مستمرة متفاقمة دفعوا ثمن حرب لم يكونوا طرفا فيها ذنبهم الوحيد أن مدنهم تقع ضمن الخط الأصفر حلم إيران الكبير الذي بدأ يتهاوى تحت صيحات متظاهر ثورة تشرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر